ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع السابع في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع كنوا معي الفصل الثالث لازلنا في ثورة العربية الكبرى الأردن في ظل الحكم الفايصلي منذ عام 1918 1918 إلى 1920 كان من نتائج الثورة العربية قيام حكومة عربية في سوريا بزعامة الأمير فيصل بن حسين أطلق عليها اسم الحكومة العربية الفايصلية وتعد أول حكومة عربية في تاريخ العربي الحديد مشاركة الأردنيين في مؤتمر السوري العام هنا سعى الأمير فيصل لإنشاء حكومة عربية تضم بلاد الشام على أسس حديثة ومن أجل هذه الغاية أقد المؤتمر السوري الأول عام 1919 الذي انتخب أعضاؤهم من بلاد الشام كلها وشارك فيه عشرة مندوبين من الزعامات العشائرية في الأردن وعند وصول لجنة كينغ كراين إلى الأردن عام 1919 أجمع السكان على رأي واحد وهدف واحد ورؤية واحدة تتمثل في استقلال بلاد الشام ورفض وعد بلفور وتجزئة البلاد العربية ووقف الهجرة الصهيونية ورفض انتقال الأراضي للصهاينة في فلسطين ولما أدرك زعماء المنطقة المؤامرات الاستعمارية قرروا وضع دول الحلفاء أمام الأمر الواقع فعقد المؤتمر السوري العام الثاني في الثامن من آذار لعام 1920 اتخذ فيه القرارات الآتية مبايعة الأمير فيصل ملكا دستوريا على بلاد الشام سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المطالبة باستقلال بلاد الشام بما فيها فلسطين بحدودها الطبيعية استقلالا تاما تشكيل حكومة ملكية مدنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب رفض الاتعاءات الصهيونية في فلسطين التقسيمات الإدارية في الأردن في العهد الفيصلي ألغت الحكومة العربية تشكيلات الإدارية العثمانية عام 1919 واستحدثت تشكيلات جديدة قسمت بلاد الشام إلى ثمانية ألوية ثلاثة منها في الأردن وهي لواء الكراك ومركزه الكراك ويتبعه أقضية الطفيلة ومعان والعقبة ونواحي الشوبة وذبيان وتبوك لواء البلقى ومركزه السلط ويتبعه قضاء الجيزة وعمان وناحية مادبة لواء حوران ومركزه درعة ويتبعه من الأردن قضاء عجلون وجرش الأهمية السياسية للأردن في العهد الفيصلي أسهمت الحركة الوطنية السورية في تطور الحياة السياسية في الأردن إذ كان القوميون يلتقون باستمرار بزعماء الأردن وقد شكلت الدواوين المضافات الأردنية ملتقال لأحرار العرب وكان لهذه المضافات دور مهم فقد كانت وسيلة لتبقيف النشط عن طريق سرد القصص التاريخية القديمة مكان لتناقل الأخبار التحركات السياسية الإعلان عن الأحداث الكبيرة مكان للمناسبات العامة وملتقى التجمع والسمر كان الأردنيون على قدر من الوعي في إدراك الخطر الداهم الذي شهدته فلسطين نتيجة لسياسة بريطانيا الاستعمارية في بلاد الشام فبرز موقف الأردني انتجاه الوطن القومي لليهود والهجرة الصهيونية إلى فلسطين انتقال الأراضي إلى اليهود في غالبية المظاهرات وعراض الاحتجاجات التي رفعوها إلى ممثلي دول الحلفاء ومؤتمر فرساين فقد أكدوا أن الأمة العربية ترفض الهجرة الصهيونية وفكرة الوطن القومي رفضا قطعيا وأنها مستعدة للدفاع عن فلسطين بما لديها من مال وسلح إذ رفع مشايق الأردن برقية إلى هيربيت سمويل حاكم فلسطين البريطاني عام 1920 تتضمن موقف انتجاه ما يجري في فلسطين هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع الأسبوع السابع عزيز الطالب أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر